بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة بعد مقدمة عن موضوع التجديد في الحوزات العلمية يتناول الحديث المختصر عن الحوزة العلمية في الأحساء والنشاط العلمي في تلك المنطقة وذلك ضمن سياق الحديث في هذه الليالي التي مضت عن الحوزات العلمية في مناطق وبلادي شيعة أهل البيت سلام الله عليهم بغرض التعرف على هذا الركن الركين من الأعمدة التي يعتمد عليها المجتمع الشيعي التابع لأهل البيت عليهم السلام وهو ركن الحوزة العلمية وتعرضنا خلاله إلى بعض المناطق ولأن الوقت لا يتسع أغفلنا مناطق أخرى وإلا في كثير من الأماكن أيضا هناك نشاط علمي متميز في إيران بالإضافة إلى قم المقدسة هناك حوزة مشهد وهي حوزة عامرة وعريقة وحوزة إصفهان وهي أيضا كذلك وفي خارج إيران في بلاد البحرين حوزة علمية عريقة وعلماء كبار وإن كنا قد ذكرنا بعض الذكر لهم عند حديثنا عن الحوزة في القطيف والتداخل بين هذه الحوزة وبين البحرين لكن الحوزة العلمية في البحرين عريقة قوية ولا تزال بحمد الله مستمرة منذ مئات السنين وهكذا الحال بالنسبة إلى أماكن أخرى متعددة لكن لا يتسع الوقت للحديث عن كل هذه المناطق أحد المواضيع التي تثار في الأوساط المثقفة المتدينة موضوع التجديد في الحوزات العلمية لماذا وكيف يتم التجديد في الحوزات العلمية ولماذا لا تزال هذه الحوزات لا سيما في المناطق الرئيسية لا تزال تسلك في الغالب الطريقة التقليدية لماذا لا تتحول على طريقة الجامعات مثلا أو بهذه الأساليب الجديدة الجواب على ذلك أولا أنه كانت هناك في فترات متعددة محاولات تجديدية للحوزة العلمية فيما يرتبط بالمناهج التدريسية فما كان يدرس مثلا قبل مئتين سنة ليس بالضرورة الآن يدرس وماك فضلا عما كان قبل هذه الفترة الآن يعني منذ زمان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى أيامنا هذه تغيرت المناهج العلمية الأساسية في الحوزات العلمية في الفقه والأصول وغير ذلك والفلسفة والمنطق ولم تكن هذه المناهج التي تدرس في هذه الأزمنة منذ نحو مئتين سنة فصاعدا لم تكن قبل هذه الفترة وإنما كانت مناهج أخر تدرس فيما قبل هذه من الأزمنة إذا كان المقصود هو التغيير في المناهج الدراسية في الكتب فهذا حاصل ودائم بل إننا نجد أن هناك مناهج قد كتبت بهذا الاتجاه مثل ما قام به المرحوم المجتهد آية الله الشيخ محمد رضا المظفر حيث أعد للحوزة العلمية عدة كتب منها أصول الفقه ومنها المنطق وتعرف بأصول المظفر ومنطق المظفر وهو الآن بشكل شبه رسمي عادة لا يعبر الكثير من الطلبة مرحلة السطوح إلا بعد أن يدرسوا هذه الكتب وهي كتب تعتبر حديثة والمؤلف ماله فقيه متمكن يعرف حاجات طلاب العلم وعبارته عبارة معاصرة قدر الإمكان ووضعه على أساس منهج علمي باعتبار هو أيضا كان مدرسا في كلية الفقه للدراسات العليا ومؤسس لها رضوان الله عليه المرحوم الشهيد الصادر سيد محمد باقر رحمه الله أيضا قام بدور في هذا الجانب عندما ألف منهجا رديفا في الأصول بعنوان دروس في علم الأصول يبتدئ فيه طالب العلم من البداية وإلى مرحلة الكفاية وبعدها البحث الخارج في الأصول يستطيع طالب العلم أن يدرس منهجا أعده المرحوم الشهيد الصادر في هذا الباب ويرتقي فيه والشهيد الصادر وضع أمامه طلاب العلم وحاجاتهم وكتب هذه الكتب الحلقات تسمى حلقات علم الأصول أو دروس في علم الأصول إلى المراحل العالية إلى أبواب البحث الخارج وهكذا محاولات أخرى وإن كانت ما حصلت نفس الإقبال الذي حصل عليه هذان المنهجان قام بها المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه من جبل عالم عامل ومن الكتاب المتميزين حيث كتب في الفقه فقه الإمام الصادق في مراحل فقه الإمام جعفر الصادق في مراحل متدرجة من الأدنى إلى الأعلى وهكذا علم أصول الفقه في ثوبه الجديد فهناك إذن في موضوع المناهج سعي كثير وهناك مناهج لم تصبح شائعة عند الجميع ولكن السعي في تطوير المناهج العلمية بشروط سنأتي على ذكرها بعد قليل هو أمر قائم ومستمر نعم قد لا يمكن التجديد بمعنى أن تصبح الحوزة العلمية على طريقة الجامعات الرسمية وليس من الصالح ذلك أيضا يعني تتحول مثلا الحوزة كجامعة الأزهر على سبيل المثال أو كالجامعات الإسلامية الموجودة هنا وهناك هذا غير محبذ عند العلماء لعدم صلاحيته كيف؟ الجواب على ذلك أنه في عملية التجديد التجديد في الحوزة العلمية يحتاج الحفاظ على أمور مهمة قد لا تحصل مع تحويلها إلى جامعات أول أمر من الأمور وهو أهمها جميعا موضوع الدافع الديني الصرف في طالب العلم في الحوزة العلمية بنيت حوزاتنا العلمية منذ القديم وإلى أيامنا هذه بنيتها الأساسية على أن طالب العلم يأتي بدافع إيماني لا ينتظر شهادة ولا ينتظر على أثر الشهادة وظيفة ولا ينتظر على أثر الوظيفة راتبا وإنما هو يذهب بمنطق أنه أنا أدرس علوم آل محمد إما بغرض الاستمرار في البحث العلمي إلى درجات الإجتهاد والإجتهاد العالي وما بعده ويبقى هكذا إلى آخر عمري كثير من طلاب العلم يبدأ دراسته ولا يتوقف يعني الآن عندما ترى مثلا في النجف الأشرف مثلا هناك كذا من المراجع ومن يرجع إليهم أكثر من أربعين خمسين ضعف من هؤلاء هناك بموازاتهم تلامذتهم ممن لا يزال يواصل الدرس والبحث والتحقيق وقد تجد هذا الإنسان إلى أن يتوفى عمر سبعين سنة وخمسة وسبعين سنة هو حسب التعبير غاطس في هذه الكتب والبحث والمناقشة والدرس والتدريس ولا يعرف شيئا خارج هذا الإطار هذا الدافع الديني الذي يجعله باستمرار يجد راحته وأنسه ودوره في تحقيق هذه العلوم في تدقيقها في تنميتها هذا مؤمر بسيط لا سيما مع اقترانه ببعض الصعوبات المادية ببعض الصعوبات الجغرافية أحيانا ببعض المشاكل الأمنية والسياسية ومع ذلك يتنقل من مكان إلى مكان وينقل أسرته من موضع إلى موضع وكل غايته هو أن يستمر في درسه وتدريسه هذا قد لا نحصل عليه في جامعة من الجامعات الحديثة نظامها موها شكل النظام في الجامعة أن الإنسان يأتي ويدرس بعدما يكون حائز على شهادة الثانوية لكي يدرس يأخذ شهادة ولنفترض البكالوريوس أو إذا نفس الجامعة أطي ماجستير أو دكتوراه وهكذا وينتهي به الأمر في الحالة الطبيعية إلى أن يكون موظفا وأن يكسب معاشه وحياته من وراء هذه الشهادة الحوزة بنيت على غير هذا إما يواصل علمه إلى ما لا نهاية وإما على طريقة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يرجع إلى بلده يصل الجماعة يرشد الناس يصعد المنبر إلى غير ذلك فمن الأساس هو دافعه هو هذا الدافع أي تجديد أي تغيير في الحوزات العلمية لا يلاحظ هذا المعنى لا يصلح لها ولا يرحب به من قبل العلماء ولذلك لا تنجح مثل هذا آخر شيء ينتهي إلى صورة الجامعة أكوأ الآن بعض المؤسسات تجمع بين نظام الحوزة وبين نظام الجامعة ولكن يغلب عليها بالتالي هو أن هذه الجامعة تعطي شهادة وهذه الشهادة تأهلك للعمل والوظيفة هنا وهناك وتكسب عيشك ويكون حالها مثل حال سائر الجامعات الأخرى أما الحوزة العلمية الأساسية فليست هكذا تعتمد الحوزات العلمية على أساس قوي من الدافع الديني حصل شهادة ما حصل شهادة اعترف به ما اعترف به هذا لا يهم ولذلك حتى بعضهم يكون في مراتب عالية جدا لا يسعى لأن يحصل حتى على شهادة اجتهاد اللي هي ما تأهله إلى أمر مادي مع ذلك يقول أنا ما احتاج إلى هذا وأنا باقي على تعليمي وتدريسي وفقهي وبحثي وما شابه ذلك فهذا أول عنصر من العناصر المهمة أي تجديد أي تغيير أي تبديل في الحوزة لا يراعي هذه الجهة يعني أنه لا يصلح للحوزة هذا واحد الثاني موضوع العمق العلمي في هذه المناهج قسم من الناس يأتي ويقول مثلا لماذا لا تسهل هذه بدل هذه العبارات وبدل هذه التعقيدات في الألفاظ وغير ذلك واحد يسوي شيء بسيط ويسير شوان الآن نقرأ مثلا الكتب الحديثة شوان نقرأ الجرائد شوان نقرأ المجلات ما تحتاج لها تفكير الجواب على ذلك هذا قسم كبير منه مقصود مقصود أن الإنسان لا يكون سطحيا في الفهم وإنما يكون دقيقا غاية الدقة ويتوقف أحيانا عند سطر واحد لكي يحل ما فيه من معاني ومن قضايا أحد مراجع التقليد أنا سمعته بنفسي وهو من الفقهاء الكبار توفي رحمة الله عليه كان يقول أنا مرت علي أيام أرجع إلى كتاب الجواهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي الجواهر يصاحب كتاب الجواهر يقول بعض الأحيان سطر واحد طول النهار أنا أفكر فيه ما هو مقصود الشيخ هل هذا المقدار لو بعد أكثر لو أكو آفاق أعمق مما وصلت إليه هذا يقدر المؤلف أن يكتب عبارته بشكل بسيط جدا بس هالعبارة التي تكتب بشكل بسيط غالبا ما لا يكون فيها نفس العمق المعنوي إذا كتبها بطريقة أخرى فكثيرا ما يكتب هؤلاء العلماء بطريقة الرمز والإشارة شفرة هذا إذا واحد ما عنده مقدمات ما عنده معرفة بالإصطلاحات يصعب عليه أن يستخرج من هذه العبارة مراد ومقصود هذا العالم فأي منهج أي برنامج لا يلاحظ في ذلك موضوع العمق العلمي اللي هو كان أساس تفوق هذه الحوزات على غيرها من المدارس والجامعات بل المذاهب الأخرى سر تفوقها مو مو في مبانيها ولا في راتبها وإنما في ما تحمله هذه الكتب من معاني قوية أي نوع من أنواع التجديد في الحوزة إذا ما يلاحظ البقاء على العمق العلمي للمنهج لا ينفع الحوزات على الإطلاق والأمر الثالث هو موضوع الحرية وأن لا تخضع الحوزة لسلطة سواء اجتماعية أو سياسية أو أمنية أو غير ذلك الحوزات العلمية الشيعية تميزت في طول التاريخ باستقلالها التام وأنها تتبع العالم أو المرجع أكثر مما تتبع هذا المتسلط الاجتماعي أو القائد السياسي أو غير ذلك حتى لا يصير توجيه فكر الحوزة بحسب رأي محدد وإنما تكون مساحة الحرية الفكرية واسعة هذا الفقيه يذهب إلى رأي ذاك إلى رأي آخر هذا يستدل بطريقة ذاك يستدل بطريقة أخرى ولذلك احتوت هذه الحوزات على مختلف الاتجاهات في نفس النجف مثلا تجد اتجاهات فقهية أصولية فكرية مختلفة بين هذا العالم وذاك العالم بين أتباعها المدرسة وأتباع تلك المدرسة وهكذا الحال في قم المقدسة وفي سائر الأماكن ولا أحد يستطيع أن يقول للعالم الآخر اسكت أنت مالك شغل يقول له مثل ما أنت فقيه تتوصل إلى آراء معينة أيضا أنا لي الحق في ذلك ولي الحرية في ذلك إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا هذه من الأمور الضرورية التي لا بد أن ترعى في قضية تجديد الحوزات العلمية إذا أريد وعملا يحصل هذا التجديد ولكن بمقدار ما يكون مناسبا لها تستقبله بمقدار ما يكون مخالف وبعيد عن روح الدافع الإيماني الأساسي تنفر من ولا تقبله وهكذا إذا كان تجديد بمعنى تبسيط المواد والحجم العلمي يكون حجم قليل لا ينفع فلا يؤخذ به وهكذا الحال إذا أريد على سبيل المثال توحيد كل الاتجاهات ضمن اتجاه واحد وسلب حالة الحرية العلمية أيضا هذا لا يرحب به في الحوزات العلمية وإنما يبقى المجال مفتوحا بهذا المقدار وجدنا الحوزات العلمية تحاول أن تطور نفسها في ضمن هذا الإطار إذا بعض التجديدات مثل أن يقعدون على الأرض أو يقعدون على الكراسي أو يستخدمون سبورة أو لا هذا أمر بسيط هذه وسائل الكلام حول التجديد في الدوافع والمنهج والاتجاه العام هدفة مقدمة كانت ضرورية للإجابة على مثل هذا السؤال اللي عادة يطرح ويذكر في الأوساط الثقافية لماذا لا تجدد الحوزات العلمية نفسها لماذا لا يحصل كذا وكذا نقول نعم وأهلا للتجديد إذا كان ضمن هذه الأطر التي ذكرناها بالنسبة للحوزة العلمية في الأحساء الأحساء كما تعلمون اسم الأحساء جاي من جمع حسي حسي جمعها أحساء الحسي يعني شنو هو عبارة عن الأرض اللي من فوقها رمل ومن تحت طبقة صلبة إما طين وإما صخر يقال له في اللغة العربية حسي وتجمع على أحساء وهل مناطق فائدتها ماذا أنه إذا نزل المطر تمتصه هذه التربة إلى مقدار معين ويبقى في ذلك في تلك الطبقة الخشنة أو الصلبة أو الطينية تحت لا هو فوق حتى تنشفه الشمس والهواء ولا هو في الأعماق وإنما على بعد قصير بحيث بمقدار بسيط من الحفر يتوصل إليه فتحتفظ التربة بهذا الماء النازل من السماء على بعد لنفترض ثلاثة أشبار أقال أكثر حسب اختلاف المناطق وهذه المناطق تحتفظ بالماء لأنه ليس على السطح حتى تجففه الشمس أو الرياح هذه في اللغة العربية يطلق عليها حسي وفي المنطقة هذه حيث أن طبيعتها هي هكذا سميت بالأحساء لكثرة هذه الموارد فيها بلد عريق جدا ويعتبر واحة من الواحات الخصبة احتضنت الأحساء في ظاهرة متميزة منذ تأسيسها وإلى زماننا هذا المذاهب الخمسة متجاورة في بلد واحد ومتعايشة في الغالب وهذا أمر غالبا ما لا يحصل يعني هناك المذاهب الأربعة في الأحساء بشيوخها معروفين بشيوخها المعروفين إلى يومنا هذا هذه المنطقة مثلا الشافعية هذه المنطقة المالكية هذه المنطقة الأحناف هذه المنطقة الحنابلة ولكل منهم مسجده وشيخه وعالمه بالإضافة إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومما يذكر أنه كان يحصل تدارس بين المذاهب يعني قد يكون واحد من مثلا مشايخ الشيعة في بدايات شبابه يدرس على يدي شيخ من مذهب آخر أو بالعكس لا سيما وأن قسما من المناهج ما فيها بعد قضية أن هذا شيع وذاك سني وهذا شافع وذاك مالك مثل علوم اللغة العربية علوم اللغة العربية ما فيها بعد هذا على هالمذهب أو ذلك المذهب بل تدرس المتون ومن دون النظر إلى من مؤلفها هل هو على هالمذهب أو ذات بل ولا حتى من يدرس ذلك نعم إذا إجينا إلى الفق وما شابه ذلك من يريد أن يتعرف على أحكام المذاهب الأخرى كان يدرس عليه على يد علماء آخرين وهذا أيضا كان يحصل وهذا يشير إلى الحالة المنسجمة والمتعايشة لأتباع هذه المذاهب مع بعضهم والبعض بالرغم من أن قسما من المتعصبين لا يسرهم هذا الأمر ولكن عقلاء القوم في تلك المنطقة بل في كل مكان إذا كانت الأمور بيدهم يرون أن التعايش والتسامح وقبول المذاهب الأخرى كل مذهب إلى أتباع المذهب الآخر كل يعمل على شاكلته هذا هو الحل الصحيح والطبيعي للبلاد المسلمة مو فقط في الأحساء وإنما في كل البلاد الإسلامية هي هذه الوصفة الطبيعية أنت تتبع نهج أهل البيت وأنا لا أتبع أنا أتبع نهج الصحابة أتبع نهج المالكية الشافعية غير ذلك أنت أمشي في سبيلك وأنا أمشي في سبيلي ويجمعنا الإسلام فهذه من الملاحظات الموجودة في الأحساء ولا تزال إلى يومنا هذا الأحساء اشتهرت بعلماء متقدمين جدا يعني مثلا من أقدم من عرف على مستوى العالم الشيعي بل الإسلامي هو الشيخ محمد ابن أبي جمهور الأحساء معروف ابن أبي جمهور هذا متوفى سنة تسعمية وعشرة هجرية يعني القرن العاشر زمان اللي إجوا الصفويين في إيران والشيخ الكراكي ذهب وهؤلاء الشيخ ابن أبي جمهور برز كعالم من العلماء الكبار واشتهر وعرف ومن أهم كتبه أو أشهر كتبه كتاب اسمه غوال لآل وبعضهم يقرأها عوال لآل هذا حاول أن يجمع وهذا أيضا ينم عن جهة في ذهنه قضية التعايش بين المذاهب جمع أحاديث سيد الخلق محمد المقبول بين الفريقين المقبول بين الفريقين جمعها في كتابه هذا وقدمها إلى الناس حتى لا يقال أن مثلا شيعة أهل البيت لا يعملون بأحاديث رسول الله هذه الأحاديث متفق عليها ومحل قبول عند الجميع وهكذا هذا في سنة تسعمية وعشرة متوفى يعني إذا كان مثلا ولادته في حدود سنة ثمانمية وكذا إلى تسعمية وعشرة يعتبر في وقت مبكر برز هذا كعالم من العلماء الكبار تجي إلى عالم آخر وهو الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي وهو من كبار العلماء في الطائف تنسب إليه الطريقة المعروفة بالطريقة الشيخية وهم موجودون في الأحساء وفي الكويت وفي أماكن أخرى ولا ريب أنه كان عالما كبيرا نعم اختلفت آراء العلماء في شأنه بعضهم رفعه إلى أعلى الدرجات فجعله لم يسبقه أحد ولا يلحقه أحد وبعضهم الآخر لا في الطرف المقابل تماما وبعضهم توسط وتوقف في المنتصف لكن لا ريب أنه كان وقد كان في زمان سيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي وأخذ عنه العلم وزمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأيضا أخذ عنه العلم وتلك الطبقة من كبار العلماء الذين درس عندهم وأخذ عليهم لا ريب أنه واحد من أشهر علماء الطائفة في المنطقة وهو ينتمي إلى بلدة المطير في الأحساء هذا أيضا عالم من العلماء المعروفين والمشهورين أسر كانت هناك قال أبو خمسين هذه أسرة برز فيها علماء كبار منهم شيخ محمد حسين أبو خمسين اللي هذا أسس حوزة علمية عرفت باسمه أيضا الحوزة العلمية حوزة بو خمسين العلمية كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين في الأحساء شيخ محمد الحرز حفظه الله في كتابة جيدة عن هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليها شيخ محمد بو خمسين أسس مدرسة وحوزة علمية قوية جدا على أن قاضي مدرسة سبقته في سنة 1200 هجرية المدرسة الأولى أو الحوزة العلمية الأولى مدرسة آل أبي خميس في سنة 1200 تأسست لكن بعد مدة قصيرة من الزمان صارت أحداث في الأحساء ومشاكل أشرنا إليها عند الحديث عن الشيخ محمد بن عبد الجبار سنة 1210 صارت هناك فتن ومشاكل وحروب داخلية لا مجال لذكرها فهذه أيضا الحوزة العلمية تأثرت بعدها بفترة قصيرة قام شيخ محمد حسين بن 50 بالإعداد لحوزة علمية الطريف في الأمر أن الذي بنى هذه الحوزة العلمية هو المرحوم منصور باشا بن جمعة لعل الكبار سمعوا عن أو عرفوا عن كان هنا في القطيف وكان وجيها عند الأتراك حتى عين ما يشبه المتصرف والمسؤول عن هذه المنطقة فبنى لشيخ بخمسين شيخ محمد حسين بخمسين حوزته العلمية في الأحساء وهذه سمرت إلى فترة طويلة نظرا لوجود علماء في هذه الأسرة جيلا بعد جيل بعده إجي ابن أخوه شيخ موسى بخمسين وكان مرجعا دينيا وعالما كبيرا واستمرت هذه الحوزة العلمية فترة طويلة من الزمان وهذه الأسرة أيضا لا تزال ترفد المنطقة بعلمائها مدرسة أسسها هي ميرزا علي الحائري الإسكوئي وهو من مراجع من المراجع الذين ينتمون إلى مدرسة الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي جاء واستقر فيه الأحساء مدة من الزمان وأسس حوزة سميت باسمه ولكن بعد فترة من الزمان سافر إلى الكويت واستقر فيها حيث صارت الطريقة هذه أتباع الشيخ أحمد زين الدين موجودون في الكويت بشكل أساس فلما خرج الميرزا علي من الأحساء إلى الكويت تراجعت هذه الحوزة باعتبار أن رئيسها وناظمها والعالم الكبير فيها قد خرج وتداعت تدريجيا لكن في فترتها حوالي عشرين خمسة وعشرين سنة كانت تغذي الأحساء بعدد من العلماء والتعليم بشكل كبير مدرسة العلمية أو الحوزة العلمية لآل السلمان آل السلمان سادة علماء أبرزهم كان اللي أسس هذه الحوزة العلمية السيد هاشم السلمان وهذه الأسرة سبحان الله يعني فيها برك في علمائها أنت لما تجي تقرأ أسماء الذين كانوا يحضرون الدروس مدرسين أو طلاب تجد تقريبا خمسة وسبعين في المئة منهم هم من هذه الأسرة أو خمسة وعشرين في المئة من باقي الأسر طبعا هذا توفيق الواقع أنه إذا أسرة من الأسر صارت متجهة إلى الموضوع الديني والخدمة العلمية فهذا لا ريب أنه توفيق قد منحه الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة أن جعل أبناءها خدمة لكتابه وفقه دينه فمن المناسب جدا أن الآباء وأن المؤمنين يشجعون أبناءهم يشجعون إخوانهم في هذا الطريق ولو فرضنا أن كل أسرة تخلي واحد من أبنائها يذهب في هذا الطريق لا سيما إذا كان هناك رغبة عنده فهذه من الحوزات العلمية التي كانت في الأحساء علماء أيضا كثيرون في الأحساء اشتهروا شيخ محمد بن عيثان كان عالما كبيرا ومجتهدا وفقيها في وقته خدم بلده خدمة كبيرة بعدما تخرج على يد الأعاظم في النجف الأشرف مثل السيد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني وأمثال هؤلاء ومن الباقين المتأخرين وقد أدركتموهم ربما المرحوم الشيخ محمد الهاجري رضوان الله تعالى عليه كان عالما من أعاظم العلماء ولو كان ربما في غير بلده واستقر في بعض الأماكن المركزية للحوزات لتم الرجوع إليه في التقليد من فئة غير قليلة لأنه كان قويا جدا في علمه وفي معارفه الدينية رجل يعد من الفحول واستمر رحمة الله عليه في التدريس إلى أواخر أيام حياته ولم يتوقف وعندما نتحدث مع بعض العلماء من خارج البلاد الذين يعرفونه يكبرونه ويشيدون بفضله وعلمه وأنه من جيل الفقهاء المجتهدين الكبار رحمة الله عليه ورحمة الله على آباء وأمهات السامعين جميعا فهذا التيار بحمد الله التيار العلمي الحوزات العلمية لا تزال مستمرة ومن مسؤولية المؤمنين أن يدعموا وجودها في مناطقهم الغالب أن الحوزات الطرفية هي تضعف ليش؟ لأنه أنا لما أريد أجي أدرس أقول ليش أدرس هنا والحال أن الخيارات عندي قليلة أروح إلى حوزة مركزية حسب التعبير وأن تقي أي مدرس في أي مرحلة في أي وقت لكثرة عدد المدرسين ولتفرغ الإنسان هناك بينما إذا أدرس في بلدي قد لا يكون عندي من العلماء العدد الكبير الذي أنا أحب أختارهم وربما أيضا انشغالات الإنسان الحياتية ما تخليه إلى حق اليوم فاتحة إذا ما تروح فد مشكلة كيف فلان شيخ وكذا وشيء ما يحضر الفاتحة باتشر عرس ليش ما تروح هذا العرس وعلى المعدل ولأنه بعض هؤلاء أيضا معروفين في منطقتهم فإذا سيستجيب إلى كل المناسبات الاجتماعية متى يلحق على بحثه ودرسه وعلمه وما شابه ذلك طيب بينما هذا الأمر هو مستريح منه لما يكون في خارج بلاده ما مرتبط بأي وضع اجتماعي ويستطيع أن يستفيد من وقته بالكامل من دون عتاب من أحد أو شعور بالتقصير نحو أحد مع كل هذا مع كل هذا إذا وجدنا حوزة علمية في مناطقنا ينبغي أن نشجعها وأن ندعمها بما نستطيع لأنه وجود الحوزة العلمية في منطقة يعني أن المستوى العلمي سيكون أكثر ذاك الوقت إذا عندنا الخطيب يروح إلى الحوزة العلمية القريبة مننا ومرشد الحملة في الحج والعمرة يذهب أيضا إلى الحوزة ويدرس وإمام الجماعة كذلك فهذا رح يبقى على تواصل علمي وسوف يكون مستواه مستوى عاليا ما يقدر هذا الملتزم بصلاة الجماعة يترك جماعة ويروح إلى خارج والمرشد للحملات هم ما يقدر والخطيب ما يقدر فإذا ما توفر إله جو علمي مناسب في بلده يبقى مستواه على حاله وربما تراجع فمن المناسب جدا أن يتم مدعم هذه الحوزات في مناطقها لمن كان يستطيع الذهاب جيد خلي روح إلى الخارج ويدرس ويتفرغ ويرجع عالما نحريرا وبالنسبة إلى من لا يستطيع إما من ناحية مادية أو اجتماعية أو نظرا لالتزامه بدور اجتماعي في البلاد فليكن دراسته في نفس هذه المنطقة وهذا يتعين أن ندعم الحوزات العلمية في مناطقنا نشجع عليها نؤكد عليها حتى تنفع البلاد وترفع المستوى العلمي لأهل المنطقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بلادنا بالعلم وأن يجعلنا من الملتزمين بعلوم أهل البيت عليهم السلام إنه على كل شيء قدير بعض المؤمنين رغب هذه الليلة أن نعرج على ذكر بنت الحسين رقية سلام الله عليها بنت الحسين رقية بناء على ما ورد في الكتب أمها أم إسحاق أم إسحاق هي أم فاطمة بنت الحسين وهي كانت زوجة الإمام الحسن قبل شهادته أوصل إمام الحسن عليه السلام أخاه الحسين بأن لا تخرج أم إسحاق من بني هاشم امرأة فاضلة متدينة مؤمنة كان الإمام الحسن عليه السلام حريصا ألا تخرج من الأجواء الهاشمية وبالفعل على أثر ذلك فقد تزوجها الإمام الحسين سلام الله عليه وأنجبت للإمام الحسين عليه السلام من البنات فاطمة فاطمة بنت الحسين تعد من خيرة بنات الإمام الحسين الذي يقول فيها بالنسبة إلى من جاء يخطبها ولكن أزوجك ابنتي فاطمة واحد يجي خطب سكينة ابن أخيه الحسن المثنى يجي خطب سكينة قال لا ولكن أزوجك ابنتي فاطمة فإنها في الجمال تشبه الحور العين وإنها في العبادة تشبه أمها فاطمة الزهراء عليه السلام فزوجها إياه البنت الأخرى التي أنجبتها هي رقية بنت الحسين وهذه كما قيل كانت عندما حضر الإمام الحسين عليه السلام كربلا ما بين ثلاث إلى أربع سنوات ذكر هذا المعنى أشخاص متعددون مما ذكر في حالها في أقدم ذكر لها عثر عليه هو شعر أنشده في موضع الرثاء أحد رواة الإمام الصادق عليه السلام واسمه سيف بن عميرة في قصيدة جاء فيها ورقية رق الحسود لعذرها أو لكربها طيب فذكرها وذكر في بيت آخر ذكرها إلى جانب سكين أيضا فهذا يعد من أقدم الذكر الذي ذكر بعض رجال الأنساب أيضا ذكروا هذا المعنى كما ذكره عماد الدين الطبري وهو أحد علماء أهل البيت المحققين في كتابه لباب الأنساب فقال ولقد خلف الحسين عليه السلام بعد كربلاء من البنات سكينة وفاطمة ورقية فهذا أيضا ذكر يشير إلى أنه توفي الإمام الحسين تجهد الإمام الحسين عليه السلام وقد خلف من البنات هذه الثلاث التي ذكر فيهن رقية وبعد ذلك أيضا ذكرها ابن طاوس سيد علي ابن طاوس الحسني وهو من أعظم علمائنا وله كتب كثيرة ومنها كتاب اللهوف في قتل الطفوف وذكر هذا العالم الجليل قصتها وقصة شهادتها في الشام وكأنه نقل ذلك عن عماد الدين الطبري العالم الشيعي المعروف ثم بعد ذلك توالى ذكرها من قبل العلماء ولمن أراد التفصيل يمكن أن يرجع إلى كتاب المحقق الكرباسي حفظه الله دائرة المعارف الحسينية سبق يمكن أن ذكرناه في بعض المواضع هذه دائرة المعارف موسوعة حسينية منعدمة النظير إلى الآن إلى الآن مطبوع منها مائتين مجلد ويفترض أنها تصل إلى تسعمائة تسعمائة مجلد في موضوع الحسين كل ما يرتبط بالحسين أصله فصله نسبه أولاده زوجاته أنصاره نساء رجال تاريخ كربلاء تاريخ المراقد التابعة لذلك كله الشعر بأنحاء الشعر العربي الشعر الأردو الشعر الفرنسي الشعر الألباني الشعر مجلدات في غير الشعر العربي أيضاً تتبعها هذا العالم وجعلها في كتابه الشعر العربي في مختلف أدواره بدءاً من الحادثة إلى أزمنتنا المتأخرة هذه المقالة في الحسين الكتب التي كتبت في الحسين شيء مفصل جداً خطته أن يصل فيها إلى تسعمائة مجلد إلى الآن مائتين مجلد تم طباعته موجودة يعني الآن مائتين مجلد عن النهضة الحسينية وما يرتبط بها في كتابه تاريخ المراقد الجزء الخامس لأنه راح وراء مراقد أهل البيت مراقد المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام وكربلا واحد واحد وتاريخها وما فيها الآن ومتى أسست والمراحل تاريخية اللي مرت بها وأمثال ذلك من جملة هذا ذكر مرقد السيدة رقية في بلاد الشام وتاريخه وما مر عليه وذكر أيضا موضوع رقية وما جاء في ذكرها في الكتب والمؤلفات القديمة إذا أحد أراد التفصيل يرجع إليه وبعض هذه المجلدات موجودة أيضا على الإنترنت إذا أحد أحب ذلك بناء على هذا هذه الطفلة الصغيرة كانت مع أبيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وتعلمون إن جذاب الطفلة الصغيرة إلى والدها الحمد لله الحاضرون عندهم بنات الله إن شاء الله يحفظهن ويقر أعينكم بهن تعلق البنت بوالدها تعلق أكثر من تعلق الولد عادة تستشعر الحنان والرعاية والأب أيضا يستشعر الحنان والرعاية من قبل بناته ربما في الغالب أكثر مما يستشعر ذلك من الأبناء فكانت هذه في رفقة أبيها الحسين سلام الله عليه طوال هذه المدة وسبيت كما سبيت بقية النساء وضربت كما ضربت بقية النساء وعطشت كما عطشنا وهكذا مشت في هذا الدرب الطويل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام في الشام بعد زاد عليها الألم زاد عليها الحزن فرأت فيما يرى النائم والدها سلام الله عليه وكأنه يضمها إلى صدره ويحتضنها ويقبلها وهي في ذلك المكان الغريب بعد تلك الأسفار المتعبة فاستمتعت بذلك مع أبيها ولكن بعدما أفاقت لم تجد إلا الظلام في تلك الخراب الموحشة التي لا تجد فيها صورة لوالدها فلما رأت ذلك صاحت عم زينب أين والدي الحسين أنا أريد والدي الحسين لقد رأيته الساعة في المنام وقد ضمني إلى صدره أين والدي الحسين أخذت بالبكاء أفاق على بكائها باقي النساء والأطفال وجدد مأتم الحسين سلام الله عليه في جوف الليل لما سمع الجلاوزة ذلك ذهبوا إلى يزيد أخبروه بأن طفلة من أطفال الحسين قد أفاقت وهي تطلب والدها ولا تهدأ ولا تنا قال لهم خذوا رأس أبيها إليها وضعوا رأس أبيها في طاش وغطوه بمنديل جاءوا إليها جاءوا وشافتهم من بعيد صاحت هلب رأسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد يا بل يش قطعت بينا يا صند ليش خليتنا ليش قطعت بينا يا صند وعفتنا ويا ناس المو شجاويد إلى الآن اضطشت مغطى بمنديل قربوه إليها قالت أنا ما أريد طعاما ولا أريد شرابا أنا أريد والدي الحسين قيل لها ارفع المنديل لما رفعت ذلك المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين مخطبا بدماء قد بنى عليه التراب من غير عم مكشوف الرأس لما رأت رأس أبيها إنحنت عليه تقبله أبيا أبيا من الذي قطع الرأس الشريف من الذي خضب الشيب العفيف من أيتمني على صغر السن أثار الأب يا ناس خيم يفي على ابن توحري يا والدي يا والدي والله ظيم أنا صير من زغري يتيم والنوح من عقبك لجيم لم تزل تقول أبيا أب حتى وقع رأسها على رأس يبيه قالت زينب لمن حضر هدأوا حتى تنام رقي وإذا بزين العابدين كما نقل يقول عم زينب جدد المات عم زينب جدد المات فلقد ماتت أختي على رأس والدي كأني بها نادت أنا تحير والله بناتك والكدر عيش خواتك هاي تقول عم وين عم وهاي تصيح فارق ني بن أم يهي يجل أعطي ويزيد هم علي لك من يدير العين ليا هذية ما كم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز لجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمون ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضي اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع الله هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالم